فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وحتى إن كان في العمالات الدونية العمالات المنفصلة عن الأسرار والقيادات إذا احتيج إليها لا بس شيخ بعض الناس قد ينفلت في هذا تبع اللي هواه ويكون استجلب عمالا كفارا ربما يتفلت بكلام خطير هم أحسن أفضل في ينسى أن في التفضيل مطلق للكفار على المسلمين أحسن مواعيد أحسن عمل أحسن جبنا مسلمين ما سروا الذي يمدح الكفار مطلقان ويذم المسلمين مطلقان ويذم المسلمين هذا عليه خوف من الردة عليه أن يتقي الله سبحانه فالمسلم خير من الكافر مهما كان ولو كان ضعيف الإيمان ولو كان فاسقا خير من الكافر مهما كان